وبركاته سعادة الله وقاتكم كل خير اذكر الله وصلوا على النبي على الفضل الصلاة وتم التسليم في عام 1979 في اليمن جات بعثة من امريكا تنقب عن الاثار في احد المناطق في اليمن طبعا بالترتيب وتنظيم بين البعثة وبين الجهة المختصة في اليمن البعثة كانت مكونة من ستة اشخاص اربعة رجال وحرمتين احد اعضاء البعثة هذه كان جاي بزوجته معه اشتغلوا في التنقيب وكان معاهم واحد يمني اسمه ناصر ناصر هذا من اهل القرية اللي كان فيها اثار وكان ملازمهم على مدار الوقت يعني يوديهم ويجيبهم ويعلمهم بالاماكن ومثل الدليل معاهم ناصر عنده ولد اسمه جابر عمره اربعة شهور الامريكي لاحظ ناصر ان الامريكي هذا وزوجته من عزلين عن باقي البعثة في خارج وقت عملهم فقام من باب العطف يعني يدعيهم عنده في البيت يضيفهم يقدمون لهم اكلات يمنية يعني يهتمون فيهم شوي الامريكية هذه مع زوجها ما كان يجي لهم عيال فيوم شافوا الطفل هذا تعلقت فيها الامريكية وحبته بزيادة فكانت دايما يعني اذا شافته بتطيربه قام لك انت يا ناصر مع الوقت ومع كثرة الزيارات يكلم الامريكي يقول له يا اخي انا ما ادري احصل لي عمل في امريكا والدنيا روح ترزق الله هناك هنا ما في شغل والامور صعبة والاوضاع ما هي متيسرة قال له شف خلني باشوفه بارد لك خبر يمخذوا لهم فاتر راجعه وقال له ممكن انك تقدر تروح ولكن انت ما تقدر تاخذ زوجتك ولا تقدر تدخل لامريكا الا لازم يكون معك الطفل انه هو ولدك قال له بالطريقة هذي بتقدر انك تدخل لامريكا وتحصل لك شغل هناك قال خلاص اباشوف راح كلم زوجته قال له وش رايك قالت والله يشف دام ان الولد معك فما في مشكلة خلاص الله يوفقك روح رجع لهم قال لهم خلاص بتوكل على الله وبروح معكم قالوا خلاص طلعوا له جواز او بلا صاح راح طلع له جواز وطلع لولده جواز وقاموا سافر معهم الى امريكا بطريقة ما قدر انه يدخل وقدر انه يضبط اموره هناك عن طريق دائرة الهجرة وجلس له ما يقارب شهرين ثلاثة شهور في الفترة هذه حصل له عمل يروح يشتغل وفي الليل اذا رجع من عمله يعود عند الامريكي وزوجته الولد لما الاب يروح للعمل وين يكون يكون عند الامريكية هذه طبعا الامريكية قلنا انها حبتها من البداية حبت الولد هذا وتعلقت فيه يمخذ له شهرين ثلاثة شهور اموره ما شيئا من احسن ما يكون يمجذك اليوم من لدائرة الهجرة طبين عليه خذوا ناصر ووقفوه عندهم عشر ايام خمسة عشر يوم حققوا معاه قالوا له شلون دخلت الامريكا وكيف جيت قام يشرح لهم ويعلمهم قال انا جيت وانا سويت والامريكي ذاه ولي سوالي قالوا كلام هذا كل مهم صحيح انت داخل بطريقة غير مشروعة وجودك هنا وهو مشروع يعني مثل اللي يقولون له ترى أبراقك مزورة ومورك كلها ما هي تمام الآن لازم انك ترحل وترجع لبلادك قام يقول لهم طيب ولدي انا عندي ولد ما حد عطاه وجه ركبوه طيارة ورحلوه على ليمن انتهينا من ناصر جابر بقي عند الاسرة هذه طبعا من اللي بلغ على ناصر اللي بلغ على ناصر الامريكي وزوجته وسووا الكلام هذا كله علشان ياخذون الطفل جلس انتهى جابر عندهم الامريكية تحبه وتموت فيه ربوه على نهجهم على ديانتهم على حياتهم اللي هم عايشينها لين وصل عمر الولد تقريبا 25 سنة كبر سار رجال فترة ما كان جابر صغير ازرعوا في قلبه كرهة للإسلام وللعرب وهذه ترى مشكلة لما تنشى من صغرتك وانت تكره الحاجة خلاص مستحيل انك تتقبلها فيما بعد قلنا وصل عمره 25 سنة استقل بنفسه تعرف له على بنت حبها وحبته ثم انه قرر ان هي بيتزوجها راح لها له الامريكي وامها الامريكية وابوها الامريكي طبعا هما يدري بالامور اللي حصلت كلها على انه خلاص هذه امه وهذا ابوه قال لهم انا تعرفت لي على بنت وحبيتها وحبت والحين ابيها تزوجها ونبيكم ابيكم تباركونا الزواج هذا توفقون عليه قالوا جيب البنت خلنا نشوفها قال بكرة ان شاء الله هي عندكم يوم جاء من بكرة وتجيهوا البنية شافوا هاللهي كويسة ما فيها شي سألوها قالوا لها وش اصولك انتي قالت انا اصولي عربية قالوا كيف قالت لهم ابوي لبناني يوم اسمعوا ان الشغلة فيها ارفضوا تماما يوم شافوا ان فيها عرق عربي انهم يخلونها يتزوجها حاول فيهم حاول فيهم قالوا مستحيل انك تتزوج البنت هذه قال انا احبها ويتحبني وانا بتزوجها بتزوجها وانتهى الكلام والنقاش في الموضوع هذا قالوا له انت تزوجتها فلا انت ولدنا ولا نعرفك قال بكيف راح تزوجها وانت تزوجها وسكل في شقها الحالة طبعا امه وابوه ذولي الامريكيين تجار جلس معها كم من سنة جاه ثلاثة عيال في السنوات هذه تقاطع مع اهله بي هم الامريكي والامريكية سار معادي الاب بالذات قطع علاقتها معاه بشكل نهائي قال له لانت وردي ولا دعرفك خلاص معادي فيك علاقة امه يتواصل معها ما بين فترة وفترة احيانا يجلس الى حد سنة ما قابلها ولا شافها احد الايام وهنايم جاه اتصال اخر الليل يمرد انه والله انها المستشفى قالوا معاك المستشفى الفلاني عندنا امك منومه قالوا له امك تعبانه عندنا ومنومه ومصره الى انك تجي تسلم عليها وتزور هذا الحين وحنا من باب الانسانية والعطف اتصلنا عليك وعطيناك خبر قال طيب انا جايكم شغل سياتة الرجال وراح للمستشفى يوم جاء الا والله النموه فعلا منومه عندهم وتعبانه وكانت حالتها سيئة سلم عليها قالت له يا ولدي انا عندي سر خطير وبعترف فيه وبعلمك من باب ابراء الذمة قال لها وشلي فيه وقامت علمته بالسالفة قالت لها انت اساسا لنت وولدنا وحنا جايبينك من اليمن واهلك ساكنين في العاصمة واسمك جابر ناصر حميد هذه المعلومات اللي انا اعرفها عنك وفي صورة لك وعمرك ثمانية شهور عندي مع ابوك عندنا في البيت الولد يوم سمع الكلام هذا ضاقت بهالدنيا مشها من المستشفى وراح البيتة يوم جاء عند زوجتها اللي لنا حزين ولا فكارة توديه وتجيبه قالت لها وشلي فيك قالت لها اسمك طيبة قال طيبة ما عليها طيب وش فيك حزين ومتأثر كذا ومن تبع على بعضك قال واللهم يعلمتني بخبر سيئ وما ادري وش الوضع فيه قالت وش الخبر هذا فقام علمها بالسالفة كاملة قالت طيب خلاص ما علي عادي انت متزوج وعندك عيال ولا همك صال الموضوع كله انت قدك يعني بمعنى انت متقاطع معاهم من من اول وذولي كنت ما تعرفهم هلك اللي في اليمن قال لا انا من اول ما اعرفهم لكن انا الحين عرفت الحقيقة لازم اوصل لهم يمكنهم افضل من ذولي في كل حوال لازم اوصل لها لي يا ابن الحلال قامت تحاول فيه ما في فائدة رقد ذيك الليلة خذ له يومين ثلاثة أيام المستشفى يتصلون عليه قالوا له امك توفيت حضر دفنها وجنازتها طبعا علاقته مع ابوها الامريكي كانت مقطوعة نهائيا من يوم ما تزوج رجع يداوم في عمله يمجى ذاك اليوم اللي الشرطة يتصلون عليه فلان قال نعم قالوا تعال راجعنا راح الرجال يراجع مركز الشرطة اول ما جاء الشرطة لدائرة الهجرة ماسكينة ويقومون يأخذونه ويودونه مقرهم هناك قاموا يحققوا معه انت كيف دخلت الامريكا وانت اصلك يمني وكيف صلحت وراقك ومن وين جبت الجواز ومن وين جبت الجنسية وشغلها طويلة عريضة وتحقيقات قال قام يعلمهم قالهم لا انا امريكي وانا كذا قالوا ما فيه انت مزور وانت دخلت بطريقة غير مشروعة وقاموا يعدون له اتهم اللي موجهة ضده جاء ابوه او طلب ابوه قال انا ما عارف او ادري عن يمكن زوجتي اللي ماتت هي اللي جابت انا الله مادري عن قدر انه يطلع بعد عشر ايام انه زوجته اللي مبلغ عليه يوم درت انه صوله يمني اكرهته ودرت فاكتشف هنا ان زوجته اللي بلغت عنه مدرت ان ماعد وراه ورث وراه شيء خلاص ماعد بغته صار نقاش بينه وبين ها وقام وطلق ها اتصل عليها المحامي وقال له يا ميشين طبعا هم سموه ميشين وما قضيتك خطيرة جدا وما راح تعدي بسهولة يعني راح تسجن وراح ترحل من امريكا وضعك تراهمهم في موقف ضعف قال طيب وش السواه قال لها الان انت تقدر تروح تجي يعني تقدر تسافر ولا تروح لك مكان قال لها يعني وش تسوي قال انا ما اقدر تحايل لك على النظام ولا اقدر اعلمك ولا اقول لك سو كذا ولا كذا عد انت بكيفك فهمها انت يا جابر اللي اسمها الامريكي ميشين ان المحامي يقول له انجب عمرك ونحاش داما لازال بامكانك انك تطلع راح رجال المطار يم جاء المطار قال لهم اول رحلة وين رايحة قال وانت وين تبي قال ابي لبنان او اليمن حجز على الرحلة هذه وراح طبعا الحجز والسالفة هذه الان قبل شهر من وقتنا هذا قال ركب على برلين يم وصل البرلين ركب له تاكسي او ركب له باس وتوجه على وسط المدينة يم جاء وسط المدينة قام يدول له مطعم يتعش يم جاء عندك المطعم اللي خلاص على التقفيلة راء المطعم عربي اسمه يوسف ابو فيصل جاء عنده قال له أنا أبي آكل قال له حنا خلاص كان رجاء قاعد ينظف وقده مقفل المطعم قال الله حنا مقفلين الحين ولكن شوف لكم محل ثاني قال له أنت عربي قالي يوم قال له كذا كأنه تأثر وقام يبكي يقول راء المطعم أنا يوم شفته كذا قلت له أنت عربي قالي يقول ابو فيصل يقول وقاعد يبكي يقول قلت له وش فيك قال يا أخي أنا يمني والله أني كنت أكثر ما أكره في العالم والتاريخ العرب والمسلمين والحين والله أنهم أحب الناس في قلبي أنا لي سالفة طويلة عريضة قال له تدري شلون حين الآن قفلنا أبه أحجزلك غرفة أجلس فيها وارتاح وبكرة تعال لي وعلمني بسالفتك وقصتك يقول قال خلاص طيب حجزلها أنت يا أبو فيصل أبو فيصل فتحت بكرة المطعم ومن الصباح وأنا عيني في الباب أنتظر اليمني هذا متى يجيني يقول يم جات ساعة ثلاثة العصر إلا والله أنه داخل علي يقول غديت وجلس عندي لين الساعة ستة المغرب يم جات الساعة ستة المغرب جلس لي على طاول وقلت لها الحين علمني وش قصتك يقول وقام يحكي لي سالفته من بدايتها إلى ناهيتها يقول أنا تأث يقول يام سمعت قصته تأثرت وتذكرت أن فيه ثلاثة أشخاص يمنيين يجون دائما يكونون عندي في المطعم فقمت وش سويت اتصلت عليهم قلت أبيكم ضروري تجوني الحين عندي شخص هنا يمني أبيكم تتقابلون معه قالوا والله حنا خارج برلين وراح نجي بعد ثلاثة أيام إذا جينا إن شاء الله مرينا عليك يقول سكرت منهم وقلت يا ميشين الجماعة مهم موجودين يجيون بعد ثلاثة أيام قال لا ما قدر أصبر ثلاثة أيام شوف لي دبره تصرف رجع اتصل أبو فيصل عليهم ثاني مرة قال طيب تعرف لكم أحد هنا يمني ولا شيء قال وإيه في صديق لنا اسمه ناصر بنعطيك رقمه اتصل عليه وخلي يجي أخذ رقم ناصر واتصل عليه يا ناصر قال نعم قال أبي تجيني في المطعم قال والله أنا عندي ضيوف توهم جيني من اليمن ولا نبقادر يجي سكر منها أبو فيصل وقام يعلم ميشين قال ميشين هذا عنده ضيوف ولا يقدر يجي قال لازم يجي دق عليه ثاني مرة وخلي يجي اتصل أنت يا أبو فيصل عليه ثاني مرة واتصل ثاني مرة على ناصر واصر عليها لأن يجي هو ضيوف وأن هو اللي يعشيهم في المطعم عنده قام أنت يا ناصر خذ ضيوف وراح ورح للمطعم عشاهم أبو فيصل وقام علمهم بالسالفة قال هذا الرجل يمني ولكن عايش في أمريكا وهذا ما حصل معه وهذه قصته من الألف إلى إلي قال وحنا نحتاج لأن حنا نسوي لها فريق عمل هو وين ساكن أهلا وين ساكن في اليمن قال ما يدري طبعا ميشين اللي هو جابر لا يتكلم الماني ولا يتكلم عربي يتكلم انجليزي وبو فيصل هو اللي يجالس يترجم بينهم وبينه قال ناصر وسائل التواصل الاجتماعي هي أسرع شي ممكن أن نحنا نقدر نوصل لها ما تدري وين ساكن وين هلا وشي قال لهم قال ما يعرف الله إن اسمه جابر ناصر حميد وأهله ساكنين في العاصمة في صنعة غير كذا ما يعرف شي قال أنت يا ناصر قال أمي عندها ما يقارب عشرين قروب أنا بكتب السالفة هذه وبرسلها عليها وهذا هو الخير قال فعلا كتب السالفة ورسلها على أمه وبما فيها الصورة حق الولد حق جابر ما أخذ لها شوي إلا والله النمه تدق عليه ترسل له قال تدق عليه ما عندي رصيد وتقوم تتصل عليه هو تقريبا مرسل هلا على الواتساب وتتصل تدق تدق قال له رد قال هذا يمي تدق علي قال يا رجال رد عليها يمكن عندها خبر عندها شيء قال ما مام دا ما يسم مسأل والله لو مادري إيش قال يا رجال دق عليها وتأكد قال أنا خاف أن يدق عليها وتبعد تسأل وتطول الشغلة هو أبطي عنكم قال وما علي يتصل أتصل على أمه هلا يم كيف حالك قال ما هذا السالفة التي تسألها لي قال هذه سالفة قال عطني السالة علمها بالقصة قال رجال موجود عندك ذا الحين قال يوجود عندي قال اسمه جابر قال اسمه جابر قال أنت متأكد قال متأكد هذا قدامي قال تعطني أكلم قال ما يعرف يتكلم عربي قال نفس الصورة التي رسلتها لك قالت ما علي ذي بواضحة صورها ثاني مرة ورسلها قال عطني أكلم قال هذا أمريكي ولا عرف تكلم عربي وحن نترجم يعني في واحد قاعد يترجم بيننا وبينها قال تبي أكلم ويشوف حط الكاميرا علي وخل التسألة تقول لها أنت يا جابر وبوفيصل طبعا قاعد يترجم قال أنا جابر وتقوم متصيح وتقوم تبكي ناصر اش فيك أمه قالت هذا يا ناصر أخوك امسك تكفى لا يروح الحين التلفون على السبكر وكلهم يسمعون قال كيف أخوي من ينجى أخوي من متسار عندي أخو قالت يا ناصر أنا كنت متزوجه قبل أبوك ابن ناصر أبو جابر واللي حصل كذا وكذا وسافر مع الولد ولكنه رجع من أمريكا بعد ثلاثة شهور ورحنا قدمنا على السفارة وسوينا شكاوي وما خلينا شيء ما سويناه ولكن ما عادر طلعنا بأي نتيجة ولا استفدنا شيء الأب ويوم ما طلعنا بنتيجة بعد ثلاثة شهور من ترحيل أبوه من أمريكا إلى اليمن مات من الغبن والقهر على ولده ثم أني أنا تزوجت أبوك بعده بمدة وجيت أنت يا ناصر وأنا والله أني من يوم ما رجع ناصر من أمريكا إلى يومك هذا وأنا ما غير ادعي الله سبحانه أنه يجمعني بولدي هذا ثاني مرة الحين مسكه يا ناصر لا يروح وجبه لي لليمن ناصر يمسمع السالفة هذي ويقوم ويخم ميشين ويقع ويحب حب فيه ويبكي ميشين السغرب ويش السالفة ليش تسون كذا قام بمفيصل يترجم له ويعلمه أن هذه اللي اتصلت وكلمناها ترها أمك وسبحان سبحان الله يعني كيف حصلت المصادفة هذه في الجلسة هذه ومن أول رسالة طلعت عرفت أن هذا ولدها طلعوا له جواز من السفارة اليمنية في برلين وسافر أنت يا جابر والآن من حوالي عشر أيام هو عند أمه في اليمن فسبحان من جمعهم بعد خمسة وأربعين سنة اكتبوا لي في تعليقات الفائدة اللي استفدتها من القصة هذه وانطباعكم عن قصتنا وبذل الله تعالى نلتقي في قصة وسألفها جديدة سودعكم الله تصبحون الله